اشتركوا في القناة 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 وليد بصالح وسعد القحطاني ويوسف والبي والهامور سامي الجار الله رفقة محمد عباس وحنا هنا ابراهيم النقيب ناصر سي عبد الله محمد الشمراني وعلي الهمش فريق الصالة والله يكلهم فريق الصالة الله الله والله يكلهم نسي اكذا نسي اكذا اكذا والله يكلهم طيب يا شباب المسابقة كالتالي فيها فلسفة انتم فريق الله انتم فريق ضد الفريق اللي هناك في الحديقة وهم فريق ضدكم وانتم فيما بينكم كل واحد فريق لوحده الله دوخنا كذا عظيمة يا رجال حب اسمتوني بالله كيف اتمنى انه ما يصير اللي صار بس لا 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 المسابقة ترى جميلة بس انا قاعد احاول اجود وحط بهارات شوية زي يلا محمد عباس جاهز زرور مصعبة ما تكلم ما تكلم تسمعني محمد عباس ايو نعم اسمعك جيدا طيب اتذى هاني مقبل محمد عباس نعم اسمعك جيدا خلينا اشرح المسابقة المسابقة يا شباب المسابقة يا شباب كالتالي مسابقة اسئلة وحروف وبين المسابقة بين الحروف هذه في محطات المحطات هذه عندنا اربع محطات محطة لحبيبي علي محطة لحبيبي ابراهيم محطة لحبيبي ناصر انت يا حبيبي خطة لحبيبي محمد الشمراني بين المسابقة عادية ترى كلنا نسويها دايم يعني سؤال بحرف الباء نعم زين اللي يجاوب يا شباب يدخل الدائرة خطة اللي يجاوب يدخل الدائرة الدائرة هذه يا شباب عبارة عن فوز نعم اللي وسط الدائرة هو الفائز وليس دائرة الخطر لا وليس دائرة الخطر الفريق اللي هنا إذا آخر سؤال بقيهم في الدائرة بقواهم في الدائرة هم الفائزين وإذا بقيتوا أنتم في الدائرة أنتم الفائزين شلون؟ بس أل سؤال مثلاً أقول لك من النباتات يوضع في الشاهي شاهي حبب بحرف ما قلت الحرف هنا بحرف النون نعناع نعناع قال محمد الشمرين نعناع محمد الشمرين دخل هنا الآن فريق هذا فائز على هناك محمد عباس يسهل هناك بحرف الباء مثلاً من مدن المملكة بريدة بريدة يدخل واحد في الدائرة نطلع نحن من الدائرة يصير هو اللي يفاز طيب هاني هاني سألنا سؤال ثاني هنا ما جاوب ما جاوب يبقى في الدائرة يروح السؤال هناك صاحب الدائرة مع المجموعة اللي يجاوب أول يطلع صاحب الدائرة ويدخل الثاني أنا أتبدأ فأنتم فيما بينكم فريق واحد فريق واحد ضد أولاد وفيما بينكم كل واحد فريق طب هاني أنا أتمنى هاني سؤالهم من جاوبه لا هم شكراً لكم براسحنا من الصالة الأستاذة هاني مقبل على هذا الشرح الوافي الكافي عباس ببدأ الآن سنبدأ وسنستأنف المسابقة ونقول بسم الله وعلى بركة الله الشباب اللي معايا ما شاء الله تبارك الله استيعابهم سريع مو زي اللي عندك ممتاز هتبدأ عباس هي ونبدأ يلا توقع الله بسم الله نتوقع الله شباب الآن ما تطلعكم السؤال أسرع واحد يجاوب حيدخل في الدائرة وحيكون هو الفائز فريق حديقة زي الحريقة الله تكمل عافية شباب السؤال أول يقول حرفيش ما لازم حرف كل جلب عنده نظامه في الأسنة لا أنتعطنا حرف زيناه هاني لا ما ما بديكم حرف هاني تعال عندنا ارجع ارجع السؤال يقول السؤال يقول من هو الصحابي الملقب بأسد الله حاج بلد حاج بلد حاج بلد أبو عمى الهامور يا شباب يا ناس نفسي أرحب بالهامور ترحيبا لليكم ما جالي زبائي في المكتب ترى أنا أقرأ كتب أقرأ كتب ترى الله ينفعبك تعالينا في الدائرة شاء الله يشارك شاء الله عندكم فكرة أشاركوا منوقف كلنا أنا وريك ونشغلكم كلنا في الدائرة وقفوا كلكم يا شباب وقفوا ارجع لأني لا أخص وقف في النص خليك في الدائرة خلي الدائرة في الجنب ما في مشكلة حطها على جنب حطها على جنب حط الدائرة يلا المايك لك يا هاني مقبل هنا يلا يا عباس يلا بسم الله عباس بالله بسرعة تك تك ها بدون بهارات يلا يلا السؤال يا شباب السؤال بحرف الب فاكهة حمراء جوا حبوب بلدورة لا حمراء حمراء بلدورة حاضر شباب فاكهة حمراء جوا حبوب سودة بطيخ بطيخ إجابة صحيحة ناصر سي عبد الله اطلع يا الهامور طلعك ناصر عطونا يلا عباس السؤال يقول نوع اسمع ركز معايا نوع من أنواع السيارات يبدو بحرف التاء طيبة حلوين ادخوا يا ساعة لقاء ثاني اطلع يا ناصر يلا ناصر انا جاوب معهم ولا ما جاوب بحرف بحرف الواو بحرف الواو شبيه البطة وز وز از ابره من نقيب اطلع اطلع سعد ما الفائدة طيب السؤال الثالث يا هاني ترى بعد السؤال الثالث عندنا محطة تتبيق محطة بعد السؤال الثالث عندنا محطة يلا السؤال يقول شيء موجود لذا مسألة صعبة عشان ما عدي يغوز على اعطيكم الحرف اول الشيء بحرف القاف موجود في المطبخ جدر خدر اجابة صحيحة سعدك احطاني حلو شو اللي بعده بحرف بحرف الهاء سؤال سهل جدا اسمي هاني 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 يا سلام يا سلام يا جوراني اطلع يا سلام تثبت على واحد اخر شيء عندنا نهو تايمير تايمير عندنا تايمير عباس يلا يا هاني ناخذ محطة ناخذ محطة يا هاني من عندك ولا من عندي والله شوف انا اختار واحد من عندك ونت اختار واحد من عندك يلا انا اختار اختار انت اختار انت واحد عندك لانه انا اختار محمد الشمراني محمد الشمراني عندك يا زون افتح الظرف عندهم عندنا يلا شمراني يلا هذا الشمراني توقعت أن ما في صوت توقعت أن استفهام ارفع الصوت يا إخواني عطينا شيء يعبر عن هذه الكلمة عندك في حياتك توقعته توقعت أن شمراني يقول أتكلم عني توقعت أن أنجز الدكتوراه في وقت خياسي ولكن تأخرت فيها وأطمح أن أنجزها في القريب العجب يا سلام يا سلام وهذا محمد الشمراني بالله لا تنسوا من دعواتكم إن شاء الله يكمل الدكتوراه ونشوفك الدكتور إن شاء الله قريب أنا أختار وليد بصالح أنه ما أعتقد يجاوب في الأسئلة الجاية أه؟ 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 قبل أن أدخل المكان هذا كنت أتكلم لك انت مش محترم أقول لك بشتاق الولدي وبنت تضحك لا يدري يلا نكمل يا عباس وليد خلص لا اسمعوا المكان عندكم ما شغاله شمراي يتزم الصمت خلص وليد يعني يا أخي أنا مشتاق الولد وبنتي وبنتي قالت لي قبل ما أدخل إلى المكان قالت أعمل لنا كده في الشاشة فأنا بأعمل لها كده ليان ومجد إن شاء الله نشوفكم قريب يا رب أنا انتهت وكلنا نقول ليان ومجد وحشته بابا وحشته بابا يلا إن شاء الله بين الله تعالى قريبا نلتقي يا عباس السؤال عندي يلا السؤال عندي سريع طيب شباب ركزوا بالله صاحب الأسل يا عباس شوية من هو أول سفير في الإسلام حرف كيف حرف بدون حرف يا سلام مصعب بن عمير أول سفير من أطلع شمراني من هو بدون حرف من هو الصحابي الذي غسلته الملائكة حانظر أبراهيم النقيب اطلع يا الهامور والله يفتر تحترموا الهامور تخلوم سريع يا عباس طيب يلا السؤال السؤال احتزل الموت يا عشور رحمن سلمات سلمات أعطينا الجواب يا عباس سعد بن معاذ سعد بن معاذ إجابة صحيحة من من هو مؤلف كتاب بدون حرف الكشاف الزمخشري الزمخشري ناصر سي عبد الله طلع يا وليد سريع دخليه صعب زي كده من هو من هو كتب من هو مؤلف كتاب الحيوان الجاهظ الجاهظ طلع يا ناصر السؤال يقول هو تعطينا الجو بحرف الباء بحرف الباء دولة أوروبية برتقال بلسكت 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 ب سمعتك برتقال بلسكت علي الهمش طلع الهمور يلا الوقت يلا عباس مدينة بحرفهش إسلامية بحرفهش بحرف 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 الكاف كم مدينة اثنانية حقاً؟ بسيطة، سهلة في الدنيا، في العالم كلها، ما في مدينة إسلامية ولا لمبور يا سلام عليك، تفضل يا شيخ، يا إلا أنا ظالي إيش؟ الهأبور الهأبور جايبين عجل يدغل المسر الهأبور اليوم حينزل خمسة كيلو بالدخول والطلوع ده بحرف التا بحرف التا والله عليك مخصي سؤالك؟ أعطني الدولة بحرف التا تنزانيا تنزانيا ناصر زياد الله عقلك حبّس، عقلك حبّس تراجل تركيا وسمعتنا التنزانيا، والله بوروف لنا يلا إجابة ناصر غلط لأنه يقول تنزانيا، ناصر ما يقول تنزانيا يقول تنزانيا لا لا تنزانيا صحيح؟ وصلنا للمحطة الثانية يا عباس طيب السؤال الآن، أبعثكم بالحروف ها؟ عباس أيها لا وصلنا للمحطة الثانية والله خلص ثلاثة سلاح؟ الظاهر ثلاثة ثلاثة الآن نعم، الله ينفع بك يلا أختار أنا أختار لا لا، السؤال ما كان عندك، دعنا أختار أنا، شنو يا هاني مقبل؟ يلا أتفضل يا أستاذ أستاذ يوسف والبي لأن عقلك حبّس، افتح الظرف حقك لا لا تعال، لا تخلش الدائرة يلا، وأنا أختار علي الهمش من هنا الدائرة هذه الناس اللي جاءوا، يقول لي زي لا لا، دعيه الناس اللي في الدائرة يدخل ويطلعوا بس يقول السؤال ليس السؤال، هي جملة، أكملها توقعت أن؟ نفس السؤال الأول نفس الشمراني، جاء توقعت إيش؟ شي في حياتك، ما تكلم عن فقرة توقعت أن؟ افتحها يا علي مثلا، توقعت أن أشتري همر، لكني شريت مرسيجيس، مثلا؟ سرعا يا يوسف فتحها فقط، توقعت أن أزوج أربع بس لكن معي حرم واحدة، مثلا؟ توقعت أن؟ مشاكل لا توقعت أن يكون لي مسلسل برمضان، بس ما كان لي مسلسل أحسنت؟ أعطيك العافية يا يوسف لا تحرص، لا تحرص، لا تحرص دقة، لا تحرص دقة، لا تحرص دقة محمد جمال إن شاء الله معوض يا أبو عدي الله يرضى عليك يا حبيبي طيب، دعونا نسمع، نذكرني، نسمع علي، وش طلع عنده؟ أحلم بي، أحلم أني أكون، يعني، تأمع فلوس وتهاجر وكذا، وأشرح عليكم والله، يعني أنا حلم أني أكون بالمستقبل من التجار وأصحاب الوروناتس تسمع، ما أعرف تنطق، وشون بتجيني زميل، يعني تكون، تكون عندك فلوس؟ عندي فلوس، عشان تنفقها في وجو الخير يعني في وجو الخير هم الجارسين علي الهمش يقول أحلم بأن تكون عندي فلوس عشان أعطيكم، أشرحكم، وأنفقها في وجو الخير بذي صار عندي صديقلاتشون، لا أولا ليتك، ما تحلم يا علي الهمش يلا عباس سؤالك يلا، من يطلع ناصر؟ اسمع يا هاني، مقبل بستاذنك في عشر ثوانة قبل السؤال مرسلنا من الصالة، أنا أستاذنك في عشر دقائق، لدينا نسال وليد بصالح، أبو ليان ومجد لديه خاطرة يريدوا أن يبوح بها، تفضل السادس نحن نمون على بعض، فنتكلم مع بعض بكل أريحية الشمراني قبل شوية، أنا قلت لك كلمة إذا جعلتك، أنا أشرف حقك عليها، وانتهينا يا شمراني يا محمد عباس، بالله أعطي وليد بوكس لا، أنا ما أقول عليه، وانتهي البوكس ما توقف لي الفقرة، يا محمد عباس، ترى طلعت من الفقرة كلها أبشر يا شيخ، لا يفعل فقرة، ما توقف لي الفقرة، عشان خواطر الآن عندنا السؤال، عندنا وقت بعد لدافيا خواطر يلا، السؤال يقول، سؤال بحرف الياء، أيوة بحرف الياء، أيوة صعب!, مرحلة من مراحل نمو الحشرة، يرقق يكالي صحيحة يلا يلا يدارxide يا رقق شرنقة فرنقة غدت أشباهك يلا من أشد، من أشد بارد يا شمراني بالله اجيبه بارد، من أشد أنواع أقول لكم بالحرف من أشد أنواع الحشرات خطورة على الزرع جراد إبراهيم النقيب طلع سعد القحطاني إبراهيم النقيب يقول لسعد القحطاني هد بس أنت أول إجابة أنا ست إجابات يا عبايف كيف إبراهيم يجاوب أنا ما جاوب يوسف فالبي يوسف فالبي أنا أشوف أنك تعدد بصدقة حرف إيش حرف إيش يلا عباس اسم بنت يبدأ بحرف الرأ رأس ما شاء الله عليه رأى بقحطاني يقول للنقيب هد بس هد بحرف الطا يا شباب بحرف الطا اسم إبراهيم النقيب جاوب ولد طارق 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 إبراهيم النقيب يقول يلا سعد هد بس هد الله يا إبراهيم تكهور تكر الله على الله يلا ركزوا معايا يلا عباس عباس ها ها إيش رأيك سؤال صعب يلا يلا في الكيميا في الكيميا ما هو حرفيش حرفيش لا ما هذا سؤال عام عام يلا ما هو والله ما أدري لا يرموه ما هو العنصر الأساسي في تكوين الماء ايش تي او هدروجين لا هدروجين لا هدروجين إبراهيم إبراهيم جنب جنب إبراهيم تسمعني ولا عيد إجابة صحيحة يا يوسف إبراهيم جنب على جنب أسرع واحد تسمع إبراهيم اسمع أسمع ثمانية في ثمانية ثمانية ستاشت ethp اربعة وستين اربعة وستين اجسي النقيب اجسي النقيب هجيس النقيب الدائرة فاضية يكون موجود فيها يوسف هجيس النقيب الآن اللي فائز فريقك يا محمد عباس ولا زال يوسف ينعم بالدائرة اسمع يا هاني مقبل وعقابا لكم ورد علي أمثالكم حسألهم سؤالين وكونوا قاعدين هنا ورقة يا عباس ورقة مقص شنو؟ أنا عندي ناصر سي عبد الله شاب جيبوا النمو يلا ينفع بكم يا عباس محطة محطة يوى عندي سعد القحطاني يلا بسم الله يلا عندي ناصر عباس ناصر عباس يلا سعد ناصر سعد الله يقول سؤال ندمت على ناصر هاني تسمعني ندمت على معرفة محمد عباس الله طيب شكرا يا خلاسة خبناها والله في أشياء ندمت عليها ولكن ما أقدر أبوح بها صراحة ولكن عسى الله يصلحها الشيء اللي تقدر الشيء اللي تقدر تقوله قوله الشيء اللي يقدر أقوله أنا مستفت من شهرتي بكل أمانة هذه أشد الندامة جميل نعم فأنا عشت فيها خمس سنوات فهي صفر بكل أمانة وعسى الله سعد لايك على الشفافية يا سعد نعم وإن شاء الله ترى أنت تستطيع بإذن الله بإذن الله إن شاء الله انطلاقتك في الشهر المزيقية من بعد برنامج هذا محمد عباس اسفضل يا هاني ناصر سي عبد الله يطلع نفس السؤال نادينا ناصر سي عبد الله نفس السؤال نديمت على كاميرات 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 ما نديمت كوب قهوة نكمل نديمت على كل لحظة اللي لم أستفيد منها لا في نفس السؤال في آخرة إذا كان الأولى أن الإسان يستخمر يرتفي في دنيا ويعني في آخرات جميل يعطيك العافية يا ناصر سؤالك يا عباس جيبوا ليليمويا يا أخوانا طيب شلو سؤالك يا عباس هنقبل جيبوا ليليمويا عطشناهم أنا مقبل شايفني أنا صاحب بوفي أنا عطشناهم عطشناهم سؤال يقول أول شهر في سنة الميلادية يناير 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 جاوب ياسوف ابراهيم النقيب لا تقniقي ما يجاوب يوسف ما يجاوب والله ما يجاوب لا يجاوب م سؤال سؤال بحرف بحرف الباء حلو من رعاة برنامج عقبي بيقي بري إيجابة صحيحة أبراهيم النقيب هطلع يا يوسف هطلع يوسف محمد عباس سؤال آخر سؤال عندك وآخر سؤال عندي أسمع كلامي وآخر محطتين سؤال يقول سريع عباس زي في الحساب بحرف الياء أحد فريق العداد ياسر عباس ياسر عباس ياسر عباس ياسر عباس خطأ مو ياسر عباس ياسر عباس مين جاوب ياسر عباس وضع عبراهيم نقيب بحرف بعدين هناخذ محطة هنا ومحطة هنا ونختم الفقرة هات كمان هات كمان الذي سيبقى اللي سيبقى خلاص إبراهيم إذا طلعت وليد فأنت الفايزين إذا طلع النقيب وليد فنحن الفايزين إذا ما طلع وليد فهم الفايزين بحرف الياء من النباتات التي تساعد على الاسترخاء ينسون ينسون ناصر عبد الله ومحمد الشمراني ويطلع وليد باسالح جاوبنا كلنا يطلع وليد باسالح وإبراهيم النقيب كل صح برجل إجابة صحيحة يعطيكم العافية يا شباب إذا الفايزين خلينا ناخذ آخر محطة مع إبراهيم النقيب آخر محطة مع إبراهيم النقيب وآخر محطة معك يا محمد عباس أنا محطة يا محطة أقرأ تعالي إبراهيم مين آخر محطة عندك يا عباس؟ نعم آخر محطة السؤال يقول ركزي يا شباب ركزي يا شباب أشتغل حالات كثيرة لك من أمه وأساسها والملطقة الجنة اشتغتوا إلى وقت نوع آمين آمين شكراً 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 يا إبراهيم محمد عباس شكراً من الأعماق يا محمد عباس سعد هاري شباب محمد عباس شكراً من الأعماق الله يسعيك يا هاري ويعطيك العافية الشباب اللي معك يعطيكم العافية خمده الفقرة هذه يا جماعة الخير كان القصد منها بس يعني دخال السعادة يا سلام والأسئلة كانت ترى ما هي مرتبة بيني وبين محمد عباس نعم احنا رتبنا المحطات فقط بين الشباب يعني عشان نأخذ بعض المشاعر تدخل ضمن الفقرة هذه اللطيفة الضريفة شكراً يا هاني هاني مقبل يا عباس دقيقة أتمنى من المقدمين اللي كانوا أمس يستفيدوا من الفقرات وعدادها وترتيبها آخر آخر شيء يبغى أقوله يا هاني هاني محمد عباس أيوة أيوة قول قول هاني يوسف عنده شيء قول يا محمد عباس أنا عندي شغلة اليوم مسابقاتكم تخللت مسابقة ونجحت الحمد لله تدري تدري وش باضت البيضة عندك فرخاً وباضت عندنا بيضنية طيب شكراً لك يا يوسف والبي شكراً لشباب جميع هاني مقبل هيوة يعطيك العافية طبعاً كان المقصد لحظة بس عندي شيء أبغى أقرأه أنا وضيعته أيوة ما عليك كان المقصد يدخل السور على الشباب والشيء الثاني أنه يكوننا نبغى الجميع شارك الجميع يعطيكم العافية حتى لو زاد الوقت أبغى أقرأ هذه الرسالة ما أعظم من غابوا ولم يغب ذكرهم وما أسعد من مضوا وبقيت بعدهم آثارهم تلك الخطوات الهادئة التي لا تسمع وذلك الأثر الذي لا يمحى سيبقى خالداً على مر الزمان ولو رحل أهل ذاك الزمان من أوقف لله تعالى وقفاً سيبقى ذلك الوقف شاهداً له مذكراً بجميل أثره ومن زرع سنابل خير في الأرض ستنمو بالتأكيد لتأكل منها الطيور والناس جميعاً ستظل شاهدة له في الأرض كل مكان ذكرتم الله تعالى فيه سيشهد لكم وكل زاوية ذكرتم ذكرتم بالله فيها ستشهد لكم ستفتقدكم الأماكن بعد رحيلكم عنها وتحن لكم الأرض ستظل ذكراكم وإن رحلتم وسيبقى أثركم وإن غادرتم كل الذين انتقلوا وأبقوا خلفهم جميل الأثر هم في الحقيقة لم يموتوا بل هم أحياء في الأرض ولو لم توجد أجسادهم عليها أبشروا بكل خير فغداً ستذكركم الأماكن وستشهد لكم الأرض وستبكي عليكم السماء فيارب اجعلنا خفيف العبور ثقيل الموازين عند السفر وعطر لنا الذكر بعد الرحيل ليبقى العبور ويبقى الأثر واجعل حياتنا كغيث جميل فيسقي الحياة ويروي البشر حتى إذا غادرنا هذه الحياة يقولون كانوا كقطر المطر راجية الفردوس الأعلى ابنة المجزة الله خير ذكرتنا ذكرى جميلة عظيمة والله وهي أن لا ننسى إخواننا الذين كانوا معنا في برامجنا وشاركونا في الإعلام ولكن رحلوا إلى خالقهم سبحانه وتعالى خالد عريشي حسن العمري فهد الفهيد الشيخ صالح الحمودي أبو زناد وكثيرين محمد قط حسام قط حسام قط المصور معنا حسام قط وغيرهم كثيرين كانوا معنا هنا في هذه القناة أو في قنوات أخرى نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويتجاوز عنهم ويخلف على ذويهم خيرا ومن منطلق الوفاء الذي عودتنا عليه القناة وعودتكم عليه وتعود عليه طاقم كل برنامج من البرامج سهم من فريق هذا البرنامج بكل العاملين فيه إلى هؤلاء الذين رحلوا وغادروا عن حياتنا أسأل الله عز وجل أن يتقبلها شكراً لكم ويعطيكم ألف عافية شكراً لكم وغريب على أمثالك الله يتقبل مننا ومنكم شكراً لكم ويقولون مرة وهذا الأثر أهم شيء يكون هذا الأثر نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن العمل وحسن الختام وطيب الأثر في هذه الحياة الدنيا أتقم العافية إلى هنا أنتهت فقردنا يا شباب ونلتقيكم إن شاء الله في صلاة عروض أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتعتمونا وأحكمونا الله عز وجل ما شاء الله المسابقة جميلة والوعب كان لطيفاً كان هي صراحة المفروض أسلم طيب طيب نحن لا لدينا وقت حتى على البرنامج في طرد؟ أي والله الطرد يأتي الآن أنا والله حرصت حتى لو الدرجات نقصت لكن حرصت على إظهار وفائكم ووفاء القناة لهؤلاء الذين غادرون أن يسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وعنهم الله عز وجل